هذا الثاني مائير المصري هذا ايضا صهيوني من اصل العربي مائير المصري هذا اصلا وهذه قناة اسرائيل يظهر فيها واللي قبلها كان على شاشة دبي قناة دبي الفضائية يعني يظهر في قنوات عربية ليناقش المسألة ويتحرش بالجزار وغير المطبعين وكذا وكذا مائير المصري هذا اسمه سوسن عليه السوسن لانه هو قال اذا لم يكن هناك حرب ضد ايران وضرب للمفاعل النووي الايراني قبل مارس ماشي مارس هذا مارس تعالى عملي فات قال لهم انا يا ماشي رجل وسموني سوسن من اليوم فمائير هذا اسمه سوسن منذ العام الماضي فسوسن هذا زيادة على ايديكو مع الاعتداء طبعا لكل من اسمه هنا سوسن مجيشن حب ان نشبهه ولكن هدو لا يشبهون فيظهر في القنوات العربية عدنا حتى صورة ظهر على قناة الحرة مؤخرا بش يهدر ايدي كوهين على شاشة الحرة الامريكية وين تحرش بالجزار مباشرة وظهر على روسيا اليوم ارتي ايضا في مناظرة مع الدكتور اسماعيل خلف الله الجزائري المحلل الجزائري وين صراحة تحدثا عن الجزار وهددها بصورة كاملة قال لن نسكت هذه المناظرة مع اسماعيل خلف الله قال لن نسكت عن طردنا وعن اهانتنا في اتيوبيا في اديسابابا وردنا سيكون مزلزلا للجزائر قريبا وطبعا يتوقع في تويتر حرب اهلية في الجزائر وبان الماك سينتصر وعلى ذكر الماك احباب ايدي كوهين وماير سوسن هما الماك اولا والدباب المخزاني المغربي تانيا والنخب يعني بعض النخب المعارضة للأسف الشديد التي بعد ضميرها وشرفها وفكرها وعقلها وكن صابت بي حاجة وحده خلت بي عادي يعني بي ابخص الاتمان لانه هذا المعارض قد لا يعجبك في الجزائر اي شيء نظامها بلدها شعبها ولكن لا تفضل عليها اسرائيل بين قوسين يعني انا نفهم واحد معارض لبلد مقبول سواء في الداخل والخارج لكن معارض يضع يده في يد ابشع احتلال تعرفه البشرية حاليا هذه مسألة فيها نظر يعني المسألة ان هذا الاحتلال يمارس القتل والتنكيل بالصغار والكبار والشجر والحجر والبشر فحتى في الصور الموالية قلت بي انه مرحب بهم من الماك هذه مناظرة اخرى في قناة اسرائيلية اشتركوا في القناة